سلام مرحبا شباب الصبايا محمد ملكاو من جديد ومقطع جديد ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة اليوم مقطعنا عن عطر مشهور جدا جدا عطر علم عطر الكل بعرفه 1 مليون من باكو رابان اصداره 2009 بداية هالعطر له ذكرى او قصة مع صديق الي بالجامعة قرابة الـ 2010 كان يستخدم هالعطر وينما كان يقعد او يمشي او باي مكان كان يعمله بصمة وتوقيع انه نعرف انه فلان كان هون او فلان مرق من هون هالعطر له معجبين كثير مع انه يعني انا من مستخدمين هالعطر بس ما عشكته او ما حبيته بصراحة لانه حسيت افتتاحيته مثل نهايته ما اعطاني الجو اللي انا بدي اياه بالنهاية اذواق بالنسبة للعطر بتلاحظ فيه الحدة والصلابة بمكوناته الغريب فروت والتوابل والقرفة والنعناع وروائح الجلود اللي طاغت على العطر مع الباتشولي والروائح العشبية هالعطر حاز على اجمل زجاجي بريستيج ب2009 واللي خلاني اعمل هالفيديو وذكرني بوان مليون هالعطر الفخم اللي راح تعرفوه نهاية الفيديو لكن الحق يقال عمل بصمة محترمة بعالم العطور وبتصور باكو رابان عملة مبلغ محترم ولما تلوس ما بتوكلها النيران من ورا هالعطر اللهم لاحظت بعدها لاحظت انه كل العطور الجديدة مستنسخة عن هالعطر مثل الانتنس، القولد، الكولون، بريفي لحد ما وصلوا لللكي دخلوا على اش جديد نكهة جديدة اصداره 2018 تصنيف العطر خشبي بداية العطر ليمونية خشبية قوية بعدها بتشم ريحة الفواكه مع العسل فوحانه مقبول وثباته جيد هالعطر للاستنتاع الشخصي للناس اللي بتحب العطر على ريحته باعتبره هالعطر شتوي واذا استخدمته بالصيف يفضل انك تستخدمه بالليل او بالنواسبات بلاحظ انه عطور 1 مليون كلها استخداماتها شتوية باستثناء النسخ المخفف مثل الكولون مثلا واللي فتح ذاكرتي لعطور 1 مليون 1 مليون بارفام اصداره 2020 تصميم هالعطر تحفي بداية كنت متردد اني اجرب هالعطر لكن صممت اني اجربه بعد تجربتي لهالعطر اعطاني الريحة اللي فعلا اللي ما توقعتها انا كنت خايف وقلت هذا العطر راح يكون نسخة مكررة عن الاصدارات اللي قبل بس لما جربته فعلا اعطاني ريحة وتركيبة منفردة ومختلفة عن الاصدارات الصابقة يعني في بعض الاشخاص راح يشموه يحكو لك فيه لمحة بسيطة من عطر 1 مليون انا شايف انه من الافتتاحية لنهاية العطر ما لاحظت فيه 1 مليون او ممكن لانه انا 1 مليون لما اشمه بنزعج منه او اني مليت منه بداية افتتاحية العطر الازهار والمسك الرومي ودهن العنبر مباشرة اول ما ترش العطر بتشم ريحة المسك الرومي اللي بيجمل العطر فعلا اي عطر بدخل عليه المسك الرومي بالنسبة الي بسعدني بفترة بروض هالعطر بتلاحظ استقرار العنبر والمسك الرومي ثباته ممتاز وفوحانه جيد بالنسبة الي هالعطر بتقدر تستخدمه بجميع الفصول على عكس نسخة 1 مليون القديمة اللي بتجبرك تستخدمها بفصل الشتاء هالعطر حسيته ناعم ومناسب للجنسين لوجود الازهار والمسك الرومي هالعطر جميل جدا وحلو وحاليا من القائم المفضلة من عطوري سعر العطر 100 دولار بحجم 100 مل وبهيك منكون ان شاء الله خلصنا مقطعنا ان شاء الله يعجبكم الفيديو وما تنسونا من الاشتراك تابعونا لتستفيدوا واي استفسار او حابين اعمل مقطع عن اي عطر حسابي على الاستجرام مع السلامة